فن الإتيكت مش بس فن بيتناول طريقة الأكل واللبس ونلبس إزاي ونأكل إزاي لكنه الحقيقة جزء كبير جدا من كيفية التعامل مع الآخرين الإتيكت حيكت معي إزاي تكسب ود الآخرين مع اختلاف الشخصيات واختلاف الطباع اللي ممكن تبقى موجودة حواليك إزاي أنك تسيب الطباع جيد في نفوس الآخرين تكسب احترامهم البعض بيعتقد أنه موضوع سهل لكن الحقيقة هو موضوع بيش سهل هو موضوع بحتاج فن وفن الإتيكت دينا معلومات كتيرة أو إزاي نتعامل مع الآخرين عارف مثلا يا محمد في بعض الناس تشتغل معاهم أو بقى لك سنين ما قبلتهمش تقول عليهم أو تمشي لسه من قعدتهم تقول إيه آه ده راجل راقي دي ست زوق جدا ده راجل بيفهم في الأصول والزوق خصوصا إحنا بقى لو رايحين مكان جديد يعني بالذات لو كان مقابلة شغلة أو بنقدم على وظيفة جديدة لازم نهتم كويس قوي أنه نسيب انطباع كويس ده حاجة من أهم الحاجات اللي هتفضل في ذاكرة الناس اللي بتتعامل معنا سواء في الشغل سواء في حياتنا العادية سواء مع جرانك مع أهلك مهمة قوي أنك تركز في الجزئية دي النهاردة ضفتنا اللي معانا في الستوديو هتكلمنا عن إجابات هتجاوب عن إجابات كثيرة جدا وهي عاملة كتاب اسمه الاتيكات اللي صدر مؤخرا خلونا نتعرف على إيه هو فن الاتيكات وضفتنا اللي موجودة معانا كمان خبيرة الاتيكات ندين جاد أهلا بيكي أهلا بيكي منورانا في صباح الخير يا مصر صباح الخير صباح الورد صباح الجميل يعني خلينا في البداية نتكلم عن إزاي ممكن نسيب انتباع كويس عند الناس اللي بنقبلهم وخلييني أقول أنه مش بس عشان عشان شغلي لا أنا النهاردة ممكن أشتغل مع محمد وفعلا يا عبامش أقول راقي محمد راقي محمد زوء إيه اللي محمد بيعمله مثلا خلاني أقول كده أنا بسألك أنا مين هدث وقالي ديك إيه اللي أستاذ محمد بيعمله أو دكتور محمد بيعمله خليكي تقولي عليه كده إحنا مبدئيا التعامل أول حاجة لازم لما قابلوا صبح صباح الخير أهلا السكريبت نتكلم أنه مهتمين بحتة الشغل بيصبح على الناس كلها في الستوديو مهتم جدا بتفاصيل الناس كلها يمكن آه يمكن هو دعش كده كل الناس تقول مثلا وأكيد بيلتزم بمعيده طبعا ما بيتأخرش عليه ملتزم بشغله بس أنت بتعمله يعني إذن هو ساب انتباع كويس مهما بقى حصل تقبلته سافرته وما تقبلتوش تاني فحيفضل الانتباع ده موجود ده بالنسبة لحضراتكم عشان اشتغلتوا مع بعض ممكن تكونوا أنتوا أصلا قدوة لناس أنتوا مش شايفينها خالص فكل حركة وكل تصرف وكل ظهور بيبقى بيسيب انتباع الفكرة أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة راقية زي ما أنا أحب أن الناس يعملوني حلوة محركش الناس مكسرش بخاطر حد ما زعيكش حد أعرف إيه اللي ليه وإيه اللي علي إحنا لما بندخل مكان مش بيبقى فيه لائحة بيبقى بعض الأماكن بيبقى مكتوب فيها بعض الشروط للتعامل زي مثلا البسين أو القتيل أو غيره ده مهم جدا أن الناس تقراها عشان تعرف إيه ليها وإيه عليها حتى اللي بيروح يعمل انترفيو عشان شغل دايما بيبقوا الشباب هياخدوا كام هشتغل إيه هاخد كام ولكن فيه حاجة اسمها التوصيف الوظيفي هو المفروض يعرف إيه ليه وإيه اللي علي عشان ما حدش ما يحصلش الأخبطة فده مهم إن احنا نسيب انتباع كويس الإتيكت في كل حياتنا فيه إتيكت اجتماعي فيه إتيكت حركي فيه إتيكت مهني فيه إتيكت صامت فيه إتيكت المظهر فيه داخل في كل حياتنا والإتيكت مش في الشغل وبس لا في البيت كمان صحيح عشان إحنا قدوة لولدنا ولدنا بينقلوا كل حركة عاملين زي السفانجة بياخدوا مننا كل حاجة والمحاطين حواليه هذا جزء من بناء الشخصية فإحنا محسوب علينا كل تصرفاتنا نتصرف بالرقي ويبقى لنا نظام أو تقوس معينة نعملها عشان ولدنا يطلعوا زينا يعني أنا عايزة الولاد يستأذنوا هم داخلين القوض مفتوح الباب بتاعها أو مقفول أنا لازم أعمل كده أخبط ثلاث خطات قبل ما أدخل عايزة يتناولوا ويتكلموا بالكلمات السحرية زي من فضلك وبعد إذنك ولو سمحت أنا لازم يبقى هو ده اللغة بتاعتي في الحوار معهم لنا حضرتك أو الأب والأم هنا قدوة في بيته أولا والجد والجدة وكل المحيطين واللي بيتعاملوا مالطف طبعا أنا عزة حضرتك سؤال قبل ما أتكلم بقى على أشكال وألوان الإتكات هل دي سمات وطبع شخصية ولا أحنا ممكن نتعلم فن الإتكات لأنه البعض يقولك في حد طبعه كده في حد ده من سماته الشخصية طريقة التعامل دي مع الناس وعايز يحسن من نفسه عايز يبقى صورته كويسة ويسيب زي ما بسانت قالت أثر طيب مع اللي حواليه إزاي نتعلم فن الإتكات أنا ناخد على سبيل المثال الصداقة في بعض الناس بتفهم المفهوم ده غلط إن أنا لو فضلت أتصل بيك وأسأل عليك وخلاص بقى إحنا أصدقاء فيبقى فيه مساحة من العشم زيدة بس أنا ممكن كده أعرقلك حياتك أو أديئك أو أدخل ويبقى عندي فضول في حياتك مثلا الأصدقاء ما ينفعش إن أنا يبقى موبايل حضرتك بيرين وأنا أبص فيه أو تديني صورة أتفرج عليها وأفضل أتفرج على باقي الصور ومش من الصداقة أن أنا أهجم عليك أو أن أنا أتصل بيك في أي وقت وقتحم خصوصيتك أو أعرفت وأنت كنت فين أسأل أسئلة يعني فيه ناس بصراحة بتسأل أسئلة حتى لو إحنا قريبين من بعض في أسئلة بتبقى شوية أنا مش عايز أرد على كل الأسئلة دي أو مش جاهزة أن أرد عليها فالبعض يفتكر أنك أو تبقى فوضلية بزبط أنت فين كنت بتعمل إيه فهذا بيعتبر من الصداقة العلاقة لما بتكون مريحة بتبقى أفضل فالمفروض الاتيكيت بيقول إزاي أكسب صديق وأتعمل معي بطريقة كويس إن أنا أدينه ميصاحة من الحرية لو أنا بحب فلان فهعرف موعيده إيه فأنا ببقى عارفة أن من الوقت ده اللي الوقت ده هو في شغل فما يبقاش فيه مجال أن أنا أتصل أو أقتحم معي وما ينفعش أن أنا ألزمه أنه يجي معي مشوار معين أو أن أنا أسأله دلوقتي لا أنا أختار الوقت المناسب بالنسبة له وأتعامل على أساسه وأحتفظ بخصوصيته ومش عشان إحنا أصحاب أشيل الكلفة وأشيل لا أنا أشوف الشخص دائي وأتعامل معي بالطريقة المناسبة وأنا اللي في إيدي الفرامل إن أنا أفتح الأمور وأتزحلق في علاقة ممكن تبقى مزعجة بالنسبة لي وأنا اللي بإيدي أقدر فبقول أوكي إحنا بنحب بعض وإحنا أصحابه كل حاجة ولكن أنا من الوقت ده للوقت ده أنا مجهولة في شغلي اللي بيحب حد ما بيعملوش إعاقة وبعليه الحقيقة أنا مش هقدر أسافر السفرية دي عشان أنا مجهولة اللون بقى والعتاب ده ممكن يبقى مزعج جدا كلما العلاقة كانت راقية وكلما العلاقة فيها مساحة أن أنا أغفر للوقت دامي لغاية أن نتأقلم على بعض ونريح بعض ده كويس أنا ما شفتش في ماري حد قريب من حد مثلا وقال إنه الحد ده فيه بيننا حدود وكانت حاجة وحشة أو بيتكلم عليها كأنها حاجة سلبية بالعكس كان دايما بتبقى معناها أن اللي قدامي ده راقي قوي وأنا مش هينفع بقى عادة في بيتي ولاقي صاحبتي دخل علي في أي وقت ولما أفترض أنا منتظر ضيوف أو عندي معهد دلوقتي أو جاي لي حد مش مش هبقى فضيئ أن أنا أتعامل مع الكل فما ينفعش أن أنا أحطي نفسي في مواقف محرك حتى برضو في المواقف اللي زي فرح أو زي عزة أو المناسبات دي لازم تبقى الأمور فيها محددة ولما أعرض المساعدة أعرضها بحقيقي بس مش مجرد كلام أنا أقدر أعمل لك إيه لأ أنا ساعتها لازم أدور على الحلول إلا أنا أقدر أساعد بيها وأعرضها علي مش مجرد كلام وبس يبقى فيه فعل أكيد حاسي بإنتباع كويس في إتكات اجتماعي مهني وحضرتك قلت كمان إتكات صامت وأنا عايز أعرف شوية يعني إيه إتكات صامت بمعنى أن أنا ممكن من غير ما أفتح بقي خالص أتكلم وأدي لحضرتك إنتباعات سيئة أو فيها نظرات بتبقى إيه حقيقة مفهومة يعني مثلا أنا بعلم أولادي أنا ما ينفعش نمشي في الشارع أنا بص في عيون الناس ما ينفعش يبقى حد بيتكلم وأقف وأتسنت وأسمع أو أوجه في كلامي ده ده غلط خالص لما نحب نشاور إحنا بنشاور بالطريقة دي لأن ده في بعض الدول ده إهانة وكاني بحذر أو فيها وعيد يعني بتوعد حد يعني يعني نظرتي كده غير نظرتي كده التواصل البصري وحنا بنتكلم لو أنا بصيت على الموبايل أو بصيت في أي حياتة ده أنا بذيل حضرتك رسالة أنا أنا مش مهتمة بك وده في حد ذاته شيء مزعج أو لو قعدت حطيت رجلة على رجلة بطريقة مش كويسة قدامك وهكذا ده الإتيكيت الصامت إيه الأسئلة اللي ما ينفعش نسألها اللي مش من الزوء تماما نسألها بعض الناس تبيعادة معاهم من برا كده أي حاجة تلعولك فجأة أنت بتاخد كم؟ ما هو ده من الأسئلة؟ أنت شتريت ده كم؟ أنت لطيفة بدقولي الأسئلة وإجاباتها لا يعني عند كم سألها أنت تجاوز إمتا أيها أتجاوز إمتا إيه الأسئلة اللعيب؟ ما هي دي من الأسئلة اللعيب؟ وأبعد في نقاشاتي واجتماعاتي مع الناس عن مسلس الراف ما نتكلمش في السياسة ما نتكلمش في الدين ما نتكلمش في الرياضة ما ينفعش أن أنا أتكلم في الحاجات دي لأن في بعض الناس متعصبة فالموضوع هيقلب لناكد والقاعدة هتكلم الرياضة كمان؟ آه مجد؟ بيشجع نادي معين والتاني بيشجع نادي معين فكل واحد بيبقى متعصب للنادي بتاعه فأنا ليه أفتح مجال ده دوري أغير الموضوع ما ينفعش أن أنا أكمل الموضوع الأسئلة المحرجة بتاخده كام؟ عند العلاقات الشخصية ما بين الأزواج مثلا عن طبيعة الشغل وتفاصيل أكتر من الشغل ما تجاوستيش لغاية دلوقتي ليه ما خلفتوش ليه لغاية دلوقتي لأنه بيبقى فيه ساعات إجابات مش بتاعاتنا أو دي ده اتفاق دي أمور خاصة جدا ما ينفعش وفي بعض الأسئلة أنت كنت فين مبارح؟ فأنا بقول دايماً للولاد ردوا على الأسئلة دي وخرجوا من مثلاً كنت مع توم كروز فإحنا نخرج من الموضوع بهزار أصرف إزاي بقى بهزارة بتسأل ليه؟ يعني مثلاً تيجي واحدة تقولي وانتي بتقبادي كام فأنا بقول لها الحمد لله ليه كافيني طيب لو تكرر تاني نفس السؤال هي كده ما فهمتش الإجابة فأنا بسألها وبتسألي ليه؟ أنا عايز أعرف برضو هل هي الموضوع تسلية وجر كلام ولا فضول ولا على أي أساس هي بتسأل الدبلوماسية إن أنا محركش اللي قدامي بس أخرج بالشيك فإحنا بنقلب الموضوع هزار بأخذ مليون في الشهر بشكل فيه شياكة وفيه اتكت يعني بشكل برضو لأن أنا متعود دايماً إن أنا أتعامل بشكل راقي مع الناس إزاي ما أحركش حتى اللي بسألني السؤال محرك أهرب من السؤال يعني عندك كم سنة؟ عشرين وكم شهر مفتوح ثلاثين وكم شهر دي مفتوحة خالص أخرج من السؤال بطريقة شيء بدون كتفين أرد برد غير متوقع وقلب الموضوع هزار بتقبادي كام؟ لو الشخصية اللي قدامي ما فهمتش فأنا بقلب السؤال عليها إنتي بقى بتقبادي كام؟ بس ده في مساحة إحنا نكون أخذين على بعض شوية زي برضو بيبقى في بعض الأسئلة شخصية أكتر فأنا لو في المساحة الشخصية في بعض الناس وهي بتتكلم بتلمس اللي قدامها وسألت كتير هنتصرف إزاي إحنا بنبقى منزعجين من الحد بيلمسنا أو اللي بيقدم خطوة وهو بيتكلم يقرب مني فبيدخل مساحة الشخصية فبعض البنات بينزعجوا أنا بتقول لي لما بيجي أتكلم مع زمانيا لأيه بيجي خطوة علي فببعد بيجي خطوة علي أنا ما ببقاش عارف أو اللي بيلميسوني وأنا بتكلم فأنا بقول في الوقت ده أنا لو جي علي خطوة أنا برجع خطوة الور هو ما فهمش الرسالة جي تاني أنا برجع تاني وبعدين المرة الثالثة أنا ما برجعش أنا بقول له من فضلك ما تحاولش تقرب مني أنا ما بحبش حد يبقى قريب قوي مني بالشكل ده واللي بيلمسه هو بيتكلم بقول بمنتهى صراحة أنا ما بحبش حد يلمسني ودايما بعلم أولادي أن الكلام بالبقى مش بالعنين ومش بالإيد ما تلمسوش هل لازم نحافظ على المساحة الشخصية في أي مكان طبعا ما ينفعش أن أنا أقتحامها الإنسان المتواضع يعني بعض الناس تقول أنه فلان ده متواضع ومحترم زي الإنسان يقدر يظهر يعني توضعه واحترامه للآخرين هل ده جزء من الأتكات طبعا أنا بقول اقتعده بالرسول عليه الصلاة والسلام الإبتسامة طيبة صدقة والكلمة الطيبة صدقة أو الإبتسامة في وجه أخيه صدقة أو الكلمة الطيبة صدقة وخلافه نحن عندي كلمة كويسة أقولها الصمت أحسن أنا أسمع الشخص اللي قدامي ده بيديله مساحة وبيخليني أن أنا أقرب لم أفكرش في الرد لأ أنا أستوعب كلامه وبعدين أرد عليه أستوعب البني آدم نفسه في نفس الوقت الزوق الكلمات من فضلك وبعد إذنك أبقى مستوعبه الشخص اللي قدامي حضرتك في التعامل ما شلش أنا حضرتك دي غير في أوقات معينة أتعامل بشياكة وبلياقة الكبير ما ينفعش أن أنا بقعدة قدامه حتى رجل على رجل لازم أديره مساحته ولو ما فيش مكان الكبير هو المفروض يقوم أتعامل إزاي مع كل الناس وأسيب انطباع كويس أن أنا أكون راقي في التعامل طب الاتكاتل المهني ولما أروح أقدم على وظيفة جديدة أو يبقى عندي انترفيو في مكان معين للشغل إيه المفروض أعمله؟ الانترفيو ده مهم جدا وبقول قبل ما نعمل أي حاجة إحنا لازم نردخل ونعرف التاريخ بتاع المؤسسة أو الشركة أو الكيان اللي أنا حتعامل معي ما ينفعش أروح لمكان مجهول أنا معرفش عنه حاجة خالص ولازم ألتزم قبل المعاد وأعرف اللوكيشن بتاع المكان وأحدد إذا كنت رايحة بالعربية أو مواصلات عشان أعمل حساب الركنة وكون واصل وموجود في المكان قبل المعاد ابتسامة من أول دخول من أول الأمن بره لغاية آخر حد بتعامل معي في نفس الوقت أنا بابقى مجهزة أنا هقدم إيه للشركة دي مش أنا هاخد كيان ما هو اللي زي كتير إيه اللي يفرق ما بيني وما بين غيري أنا هضيف إيه للكيان في نفس الوقت أنا بلبس لبس فورمل ببعد خالص عن المشجرات والألوان الجامدة وما فيش برفع ما فيش معطر ما فيش عطر للشخص نفسه ده الأفضل لأنه ممكن اللي بيعملي الانتربيو ده يكون عنده حساسية فيصدى فمهما أنا كنت موظف شاطر جدا فهو هيبعارف أن أنا كل ما حيشوفني هيصدى أو العطر ده ممكن يكون بيفكره بذاكرة بحد معين صحيح لو حتستخدمه يبقى اللي يقرب منه جدا هو بس اللي يشم رحته ما فيش داعي للإكسسوار أو الحاجات اللي ممكن تلفت أو تشتت النظر أنا وبالنسبة للبنت ابعيدي عن الشفاف وعن القصير وعن المشجر وعن الجلد وعن كل حاجة اللي هي تظهر فيها أونستك أنت نزلة مجال العمل مش ده خالص المطلوب منك تمام بنسبة للإتيكيت بتاع العمل المرأة زيها زي الرجل ما فيش ليدس فارس وأفتح لها الباب لا انت نزلتي مجال العمل اللي بيوصل قبل تاني للباب هو اللي بيفتحه لأننا دي قاعدة مهمة جدا دائما متعلمين ليدس فارس دي الأول برا الشغل برا الشغل برا الشغل احنا بما أن نزلنا مجال العمل لا ما فيش كلام ده زي زيه لأن في بعض العملاء بيتطلب أن أنا أؤمن على مكتبي واستقبله أو أوصله لغاية الباب أو الأسانسير في بعض المؤسسات فما فيهاش ليدس فارس وأنا أستنى الكلام بس ليدس فارس ده حاجة من الزو كمان يعني بس في العمل في مجال العمل لا احنا زينا زي بعض اي ما فيش أنا ما انتظرش أنه يفتح لي الباب أو يفتح لي الكرسي أو الكلام ده لا أنا زي زيك يعني أكمل بقي الانتريفيو أنا أسفل أبقى عرفة خلفية عن الشركة ومحطش بلاش الحركات بتاعة التوتر بتاعة هذا الرجل أو أن أنا أحط أي حاجة على المكتب أو التوتر لأن كل ده في البادي لانجوش الناس بيقروه فبيتقال ولا أعمل كده لأن ده بيدل أن أنا منزعجة أو محاسة بالغربة أو بردانة بس لو وحنا هنا في الستوديو بردانية بردانية عادي شكرا لك فكل حاجة في الانتريفيو بتفرق إذا كان حيشتغل أو لا شخص وزي ما كان محمد بيقول في البداية أنه في ناس وطبعا عندها ده بالفترة وفي ناس لأ بس لو لأ ما فيش مشكلة أننا نتعلم دكتور أو أستاذ ندين وفرت لنا النهاردة بعض المعلومات اللي أنا شخصين استفدت منها وأكيد تعلمنا منها كل شكرا لكي أستاذ ندين جاد خبيرة الأتيكات نورتينا شكرا لكي نورتينا وشرفتينا واستفدت مني كتير النهاردة واستفدنا كلنا من حضرتك صباح الخير عليك صباح النور